السلام عليكم زملائنا الأعزاء اليوم عدنا حل مسائل النوع الثاني البارحة المتعلقة بالحجم البارحة نزلت لكم طريقة المسائل اللي تخص الوزن شو ننحلها بهاي الخمس خطوات من دست خطوات نمشى عليها ونحل أكبر مسألة اليوم عدنا لا الفوليوم باحد شرا عدنا وزن اليوم عدنا الحجم فأيضا خطوات اليوم هذا الفيديو يشرح خطوات بس الفيديو اللي بعده ألبي مسألة الخطوة الأولى انضاعف المطلوب قياسه أو شي شنو هالمسائل مثلا يقول لك يا بي عندي كونيكال فلاسك هذا الكونيكال فلاسك يقيس أو بيكر عم غلاس غلاس هذا يقيس بخطوط يقيس ب خطوط مالتة التدريجة مالتة تبدى من واحد للعشرة عشرة مالتة هذا الكلاس زين انا امطيتك أو بوينت تلاثة مالتة تلقيس ليا بهذا الكلاس يابان رح اقول له الكلاس ماتي ما يكفي يعني مو ميكفي وانه ما يقيس ذا ادبت أو بوينت تلاثة مالتة تلقيس ما رح يبيني ما نعرف ان هذا أو بوينت تلاثة لأ لا هو شي يقلي لا دبر نفسك وقيسه هذا ما ندخل فهو هاي باختصار المساء الذني يطيك كمية قليلة بتدريجة شبيرة ويقل له قيسه شبيرة بالنسبة للكمية مو شبيرة يعني شبيرة حرفه يعني مصل لألف ألف يال لا واقش هي فهاي طريق الحل اول خطوة نضاعف المطلوب قياسه الى اقل لا لا اعلى او يساوي من اقل تدريجة يعني هاي الكمية مثل انطانو او بوينت اثنين واقل تدريجة اثنين هاي الاو بوينت اثنين نضاعف هنضربها برقم فاكتر معين ها؟ بعيث هذا الفاكتر اه وهنا الفاكتر ترى مش عطي يكون ثمانية وفوق لا الفاكتر لا حتى لو او بوينت واحد عادي لا او بوينتات لا لا حتى لو واحد وفوق عادي اعداد صحيحة فقط بوينتات لا استخدم الفاكتر الفاكتر لا يستخدم فوق المهم اهنا بدي يقول لك شنسوي نضربها ونضاعفها بحيث يساوي ان هاي الاو بوينت اثنين راح تساوي انها اما اقل تدريجة اللي هي اثنين او اعلى من اعداد ثلاثة اربعة خمسة نضربها باش قدل او بوينت اثنين روح فيها عشر او بوينت اثنين فيها عشر ساوين الاثنين سوت لنا اقل تدريجة اول خطوة نضاعف مطلوب قياسه الى اعلى او يساوي من اقل تدريجة بضربه بفاكتر معين على الخطوة الاولى خلصة الخطوة الثانية نضرب بنفس الفاكتر نضرب الديليونت بفاكتر معين الديليونت نعلم شنديليونت بحيث يكون المطلوب زائد الديليونت يساوي ان اقل كمية قصر اصطوان يعني شنو يعني بحيث اذا نجمع الديليونت وي المطلوب قياسه راح يساوي اقل تدريجة انا افترض انه اقل تدريجة اثنيين ومطلوب قياسة او بوينت اثنين مول زين الديليونت ما تشقدر احصل هنا راح يصير واحد بوينت اثمانية واحد بوينت اثمانية زائد او بوينت اثنين راح يساوي اثمانية يعني ساوتنا اقل تدريجة او اكثر معدعات تعدلو سويها مثلا ثلاثة اربعة خمسة اجمعها مثلا بدلا ما اقول واحد ثمانية اقول ثين بوينت اثمانية سوينا ثلاثة عادي ما بها اشكال ذلك مو كل الطلاب ملاحظة مو كلكم تجيبون نفس النتيجة تراكو طلاب يصطادمون دلوينت بشكل اكبر يبون يبذرون بالكمية الدواء مو اقتصادين اكو بعض الطلاب لا يجيب وهو مضبوط تصادر طالب فشنو مو كلكم نفس الحل مو كلكم نسم ناتج قصدي ناتج جوز يطلع اكبر او يطلع نفسيته مو هو اكو اقل حد للناتج حسب السؤال فنكمل ثاني خطوة قلنا نضرب بالنفس الفكتر بحيث يكون مطلوب زائد دلوينت يساوينا اقل تدريجة الخطوة الثالثة نجمع الناتج من ضرب بالدلوينت بالفكتر ونجمع الناتج من ضرب من ضعف التدريجة من قلنا ضربنا عشرة ثانيا طلعنا 0.2 ثانيا ثانيا الثانيا ثانيا ثانيا هنا ناتج العشرين ناتج العشرين ناتج جمع ذني جمعناها ذني نجر للخطوة راح يساوينا اقل تدريجة عفو ما اقل تدريجة الكمية الضعفناه البداية نخليه الاكس هو المجهول والكمية المطلوبة هي مثلا او بوينت اثنين قبل شوية طلعنا مثلا احنا قلنا هنا جمعنا ذنين لاثنيين طلعنا عشرين وهذا قلنا ضعفناه وطلعنا مثال او بوينت اثنين ضربناه في عشرة بالفاكتر وطلعنا اثنين قدها يعني حطلعنا نكتبناها هذا هو المطلوب كمين مطلوب وهاي ال اوبونت اثنين وسطين بطرف ايوكمل الناتج بان يكون ال 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 لازم يكون اكبر او يساوي من اقل تدريجة يعني الناتج مال ذني لازم يطلع عنه اكبر او يساوي اقل تدريجة حنا قلنا قبل شوق نفترض ان اقل تدريجة اثنين فلازم يطلع عنا اما يساوي اثنين او اكبر من اثنين الثلاثابة اخزة س Kitchen اثمانيا عادي لحد الكمية القصوى للأسطوان اللي اشيلها او الكلاس اللي اشيلها. نعم لاحظات يفضل عدم استخدام البوينتات كفاكتر يعني جيل الفاكتر تضربة في واحد بوينت خمسة او واحد بوينت اربعة لتضربة نهائية اللي تستخدمها توصل اليمها. ويفضل ان يكون الدلوينت اعلى من الجرعة المعطاة. انت حد تشوفوه هنا انا اقول طبعا انه على عيض لعنه غير هو الدلوينت. لا هذا السؤال الاخير. اه بي شوية فيكة خفيفة. فان شاء الله اشرحها. اه ها هي خلص طرق الحل هاي رح نقزلكم بصورة بقناة التبليغات وشو عيات.